نستكمل الحديث عن مكرر العلوم العامة فصل الأحياء وهو الفصل الرابع الموضوع الخامس الغلد الصماء أهداف الموضوع يستندق الطالب ما هي الغلد الصماء يتعرف توزيع الغلد الصماء ووظائفها يستشهر عظمة الله سبحانه وتعالى في الغلد الصماء ووظائفها نشاط ماذا تعرف عن الغلد الصماء عن الغلد الصماء تعرفها مجموعة خلايا تنتج إفرازات هذه الإفرازات تنتقل مباشرة إلى الدم دون الحاجة إلى قناة لنقلها عشان كده سميه الغلد لاقنوية الهرمونات إفرازات الغلد الصماء تسمى هرمونات وتلعب دورا هاما في تنظيم وظائف الجسم المختلفة حيث لا تأثير منشط أو مثبت مثل هرمون الأنسلين والأدرينالين توزيع الغلد الصماء في الغلد النخامية البنكرياس الغودة الدرقية تفرز هرمون الثلوكسين وظيفته إطلاق الطاقة اللازمة للجسم الغودة القذرية تفرز هرمون الأدرينالين وظيفته تحفيز أعضاء الجسم الاستجابة لحالة الطوار البنكرياس يفرز هرمون الأنسولين وظيفته تنزيم مستوى السكر في الدم الخصية تفرز هرمون التستسترون مسؤولة عن ظهور الصفات الجنسية السنوية عند الزكر المبيض يفرز هرمون البروجسترون والاستروجين ومسؤول عن ظهور الصفات الجنسية السنوية عند الأنسى في ختام الوضوع لخص ما تعلمته